موسيقى اعنا ما كانش ينفع عضغت اكتر من كده الست عياطت ونهارت ولا مونيرة فضلت تبصلي كأنشطان وكان هاين عليها تجيب حاجة وتتطحني بيها في دماغي بس الحمد لله ما حصلش بني وبني كشيفة خلص الكلام مع البشر خلص الكلام مع العيلة دي انا ما عنديش غير حل واحد احنا نظرف الست دي شهادة صحية ونقول فيها ان الست دي مجنونة وهيه يا مجنونة احنا منش بنتبلى عليها لمواغزة وفي حد عائل يعمل اللي هي بتعمله ده والمجنونة مليوش كلمة في المحكمة ناخد الشهادة ونطلع بيها على القاضي ونقول لتفاضل يا سهدت القاضي واحكم بقى كبير مامل ولي اسمه اي هوة ده بقى هيصدق والا هيطلب عرض صفية على كونسولته ويكتشفو ساعتها أن هي قعقل مني ومنك وتلبس قاضيه التزوير انا مش فهم ليン انت عمالا بتصدديها في وجهي خالص요 خليني أقاعدين جانبي بعض نندت زي النسوان ما هي ملقاش حل لو لها حل مش هتبقى عن طريق صفية الست دي مش هتغير كلامها لو السمن طبقت على الأرض لازم نجرب سكة تاني هي العقدة عندها عند صفية نفسها ملقش حل تاني لا العقدة عند ابن عمه وزي ما بدت من عنده ممكن تخلص وتتحل من عنده برضه صح انت بتكلمي صح ابن عمه وأنا نفسي بقى له هدى جيب له 3-4 بلطاقية على حق ينفضوه علق تموت عشان يعرف ان ده الحق هبقولك يخطفوا عياله آه يخطفوا عياله وساعتها بقى نساومه حتتنازل ولا نولع في العيال أكيد طبعا هيتنازل إيه اللي انت بتقوله ده؟ هو أنا مستغنية عنك ولا إيه؟ إيه ده بس اللي انت عايزه كله ممكن يتهمل بس بالعقل انت تكلم شاكر شاكر هو الوحيد اللي ممكن يجيب قرار الودة فضيحة قديمة عاملة يكون مداري منها أي زلة نمسكها عليه ونجيبه بيها تحت درسين تمام يا عمي أنا متشاكر جدا بكرة ان شاء الله هستنى منك الكونفرق مع السلام بيسلم عليكي انت بتتكلم جند؟ انت عايز تروح من بكرة عشان تتفق على الأرض اللي هتبني عليها المستشفى ده مش اتفق ده مجرد فكرة هتكلم مع الراجل وشوف طلباته إيه؟ استعجل انت قوي طب مش نستنى شوية لغاية ما نشوف الجلسة التانية حيجرى فيها إيه؟ إيه يا فاطمة هون هتطلع بكرة العربون من جيبي وبعدين أنا مش هلقام بالجلسة اللي جاية أنا لو كنت هلقام مقيفة في القضية عشرة في المية القلق ده كله راح بعد ما عدت مع مرة عمي طب أنا هزيسألك سؤال بس مش هتزعل مش هزعل يا فقط قولي هو انت ما بيجيش في بالك أبدا ان انت ممكن تكون ظلم ولاد عمك وان الارض دي مش من حقك فعلا استيقبتعك حلوة يا فاطمة مزبوط المرة دي قوي وانا بموتهي دي لا 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 بتعارف ان انا ما بحبش لا ترسم ولا تصور وانا موضي بحش محلي كتير اواما رسمتك يش هتوتوها فاكرة اخر مرة رسمتك فيها كانت من امتى كانت من حوالي ست سنين اه ست سنين صح وقت ما ولدتي زينة لما كنا في الغردقة استني هقولك على حاجة ما قولتها لكيش قبل كده انت عارفة ان لوحة الغردقة دي واحد كان عاوزي اشتريها مني هناك انا قولت تفتح معا كلام كده يعني هشوفه هيوصل معايا لغاية فيه تخيالي انه وصل لعشر تلاف جنيه ولو كنت اتكيت عليه شوية كمان كنت خليتهم خمستاشر بس قلت له باينك باينك بتقدي بتاعت انا بس مش بتاعت حد تاني هتا بستني فاكرة لما كنا في شرم الشيخ واخدنا بياخته ودخلنا جوا وصممت ان انا ارسمك جوا جوا الميا فاكرة حتى ارسم فيكي ارسم فيكي وانا مندمج قوي كده جات موجة كبيرة راحت دلقاني انا واللوحة في الميا لو انا اصلا ما بعرفش عقوم اساسا ومصر ان انا ما طلعش من غير اللوحة بتاعتك رغم ان اللوحة بازت وتشالفطت بيكسوا قوي في نفسي بروح امي يعني ما بعرفش عقوم ومصر اطلع باللوحة بس ما قدرش ما قدرش ابدا نستغنى عن حاجة انت فيها حتى لو تشالفطت انا بحبك قوي يا توتو نعم يا حمد نعم يا حمد نعم يا وانا جانب بكو شاسيبك ابدا صباح الخير صباح الخير ايه ليس صحيح منهم ولا ما نمتيش اصلا هنام يا دياء هنام انام انا عنا حبيبتي اللي انت بتاعملي ده مش كويس علشانك بنتي حامل الشهور اللي انت فيها دي اصعب شهور انام 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 انت ظروفك احسن من اخواتك انت العربون تقريبا لسا ما صرفتش منه اي حاجة فرص زي ما هي وبعدين انامش فهم يعني انت مش كوت يحت الجنيني عشان يبقى عندك راس مال وتفتح بي المشروع لا اهو دراس المال موجود حينتقدر يتفتحي موشور واحد بقى تنزلي شغل كل حاجة تبزهي الفول واكتر كنا ما كنت متوقعة زمان زمان يا ديو انت حطيت ايدك على المفتاح عايز نبدأ من الصفر وانزل اتاك في الشارع وعمل مشروع صغير وممكن يفشل او ينجح وانا ملايين ابوي هتروح لي واحد غريب احنان الملايين دي مش لايين لا في ايدي وكلمة من امي هتطيرها من ايدنا كلنا انا زكب من المبارح احنان عشان انت ترطي مني اسكت لا اتكلم يا ديو عايز تقول ايه عايز تغلطني عايز تغلط اخواتي اه اخواتي تغلطانين بس انت غلطانة اكتر ازاي الستة تنهار قدامكم بارح وطعايط وانتي تدخلي قراها جوغل بقودة وتضغطي عليها اكتر وتدوسي عليها او في كده ست كبرت في السنة ومعدة مع ربنا مرة وخلص بقى ممكن يحسنها من اللحظة والتانية كان لسه رجع من حج غسرت فيها ازنوبها وانت بكل بساطة تطلبي منها تعمل غلطة زي دي ايه الكبروت ده شكرا نادي شكرا بصراحة بقى انا كنت مستحملة على شعرها لكن دلوقتي اتقطعت انا مش ممكن اقوض معاك وانت شايف الموضوع بالشكل ده انا هلمي هدومي وهروح اقوض مع اخواتي عشان اضغط على امي اكتر من الاول عشان تنفذ اللي لازم تعمله لازم تعمل كده جننت اه جننت عايز ايه؟ عايز ايه من واحدة مجنونة؟ عايز ايه؟ انا كنت فاكر موضوع هتاول اكتر من كده حكواس ان القادي بصر على قد شهد الوالدة وخلاص يعني ان شاء الله تخلص في كدسة واحدة الف مبارك يا يوسف الله يبرك في حضرتك بس بتهايلي حضرتك مش شاف المشكلة فيه بالزبط مشكلة ايه؟ امي بتهايلي انت شفت امي اكتر من مرة وكلمت معاها صح؟ يعني هتروح تقول دي امدتها وتخصى لكم القضية كلها؟ بالزبط ده اللي هيحصل بالزبط وعشان كده انا جيتلك النهاردة عشان اقولك انا خلاص راجعت زي اول مرة شفتني فيها بالزبط مفيش بقى ولا فلوس ولا استوديو ولا اي شركة ولا اي حاجة من الاحلام دي كلها مفيش كده حاجة واحدة بس ان انا بحب سلمة فجاي بقى عشان اشوف حضرتك هتعمل معي ايه؟ رايح فين؟ مفيش يا سلمة سيبين دي لوقتي نتكلم بعدين ايه اللي حصل؟ محصلش حاجة نتكلم بعدين بعد اذنك ما تقولي ايه اللي حصل؟ يا يوسف يا يا سلمة ممكن نتكلم بعدين؟ حليم تعالي حبيبتي تعالي ايه يا حبيبتي؟ ما قادرتش هروح البيت عند ماما انا مش طيقة اشوف مونيرة ولا يوصف ولا طيقة منهم كلمة بيتك يا حبيبتي انتب ده انا ممسوط جدا تعالفة انا بقى انا قد ايه ما عدناش مع بعض ازاك يا حنان مالك يا حنان ليه شكلك مش مزبوط؟ انت متخنى مع دياء صح؟ هتعدي يا عمر هتعدي انت عارف اختك عنيدة قد ايه ودماغها جزمة وانا لما بحط حاجة في دماغي بنفزها يعني بنفزها والفلوس دي هتيجي بالزوء هتيجي بقلة الزوء هتيجي ان شاء الله لو خسرت اي حاجة لفكرة يا حنان لو كانت الفلوس دي ما جاتش اصلا مش كان زماننا عايشين حياتنا وعادي مش كان زماننا مرتاحين اللي يهل انت بتقوله ده انت بتقول ايه؟ الفلوس جات يا عمر جات والباي هيجي صح؟ انت صح يا حنان مجيتك هنا صح؟ الفلوس جات على فكرة وكلنا لازم نفكر بالشكل ده انا معاك بعدين احنا لازم نلمة بعض ونبعد عن اي حد سلبي انت سلبي يا عمر؟ لا يا حبيبتي انت بتفكر بشكل سلبي؟ لا 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 انا معاك يا حبيبتي صح؟ نبعد بقى عن ضيح نبعد عن مونيرة ونبعد عن يوسف كل اللي بيفكروا بشكل سلبي نبعد عنهم خالص وبعدين احنا القضايا كمان كم يوم يعني لازم نشوف هنعمل ايه؟ وحنحل الموضوع ده ازاي صح؟ 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 فين داليا؟ كلميها؟ كلم كمان خليه ييجي طيب اهدي بس يا حبيبتي اهدي يا ماما اهدي حبيبي اهدي 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 انا هدي يا حبيبي تعالي انا هاخدك القضا تتغيري وتريحي ونشوف هنعمل ايه في الموضوع ده صح؟ احنا لازم نتلمي نيجي نقعد هنا كلنا ونفكر مالك مالك يا هاني فيك ايه؟ مفيش يا حبيبتي مفيش هونه هاني مش عارفك؟ طب هي ضحك ويسة؟ اه الحمد لله ضحك ويسة مالفي ايه بالظبط؟ في مشكلة فافتتاح المعرض او حاجة؟ يا داليا قلتلك مفيش حاجة مفيش حاجة مفيش حاجة ايه منش ناوية تروحي لمامتك تزوريها قبل الجلسة؟ هروح لها اعمل ايه قبل الجلسة؟ تروحي تقولي لها اي كلمتين يمكن انت عقليها عقلها؟ هو انت قطعتيها ولا حاجة؟ احنا من ساعة ما رجعنا وانت ما كلمتهاش ولا كلمت حد من اخواتك ولا عارفين ايه اللي بيحصل حوالينا عنفضك سكتين وكل حاجة بتطير من ايدينا فجأة كده؟ توقع كلمتني عايزانا نتجمع كلنا عشان نقعد نتكلم ونشوف حل للمشكلة اللي احنا فيها دي ها بس يا حبتي صعبت علي قوي يا هيني كان اسلوبها عجيب عاملة زي المجانين متجننة ربنا يا رب يفكها عليها وعلينا انت طالب حاجة من بره؟ لا يا رب سادي سادي هلانا ساحل ما فيه ايه؟ بس مصور بعد اذنك يا باشا هفرج الناز بس على الشق تفرج الناس على الشق ازاي يعني؟ انا سألت المدام هتجددوا العقد ولا لا؟ قالتني لا قلتلي انا من وقت للتاني هجيب ناس هفرج عشق وحتى لو هتفرجوا مع الشق من غير اتصالوا ولا تليفون يعني؟ يا بي الناس على سفر ومستعجلين وكلك نظر سادي سايدك مجينا في الوقت مش مناسب فضل فضل سادي سادي يا دول يا زباليتا كفياك كعبدان بنمشي جنب الحيطة وبلانا بهدنا وبلرحة معالش تهدينا موقفة نقب يا مكالنا المش وحلينا بشوية لب اتحكي في الوش وعدينا زي ما بنحب واحنا مغفلين ولا انت مقفلة دنيا زمضليطة كفاكي كعبنا قالت لي يا ابن ادم غير رزق لم تحوش واحنا تقاطع نفسنا بدل اصيل يا رب المال ما يغيروش اقسم بالله كل اسماعي زينا تروي تحلى ونقولك مرحلة يا دنيا زمضليطة كفاكي كعبنا يا دنيا زمضليطة كفاكي كعبنا بنمشي جنب الحيطة وبلانا بدلا يا دنيا زمضليطة كفاكي كعبنا بنمشي جنب الحيطة وبلانا بدلا موسيقى للأسف اللي اسمه يهاب بقى طلع مابيش أنضف من كده ملفه في النقابة زي الفل عندوش مشاكل قانونية مع اي حد ده حتى في المرور يا جدع ما عندوش مخالفة واحدة طب اتلخص عام الحج ويتقول انه هو ملك نازل من السماء ومش هنعرف ناخد منه لحق ولا باطل وإيه اللي بيحصل بالزمت ده؟ إيه اللي واقع على السودة دي؟ يعني الأستاذ إهاب الطاهر هيتشاكل مع الحجة صفيات طهرة وإحنا بقى نولع بجز وسخ في وسط حرب الملاكة اللي هتحصل دي يعني أكيد عندو نقطة ضعف انت بس يشاكل الخيبان ومش عارف تجيبه الخيبان ده تعب معاكوا قوي بصراحة أنا بعمل كل اللي أقدر عليه وماخدتش منكم مليه محمر إيه في إيه؟ انتوا فاكرين الشهادات اللي بطلعها بتاعت السادت دي؟ ولا تأجيي للجلسة بتاعت يوم السابت بالساهل؟ الشهادات المرضية دي لو حد اكتشف انها مضروبة عارفين هيحصل إيه؟ شهادات مرضية ايه عمل حق؟ إيه اللي انت بتقوله ده؟ شهادها هتعمل إيه؟ يعني هتأجل اليوم؟ اسبوع؟ شهر؟ لكن مش عد حالي احنا عايزين حل حل الحل ان احنا نوقع على اسمه إيهاب ده ده هو نضيف نوسخه نوسخه ازاي يعني؟ أوه إيهاب ده مش بشتغل دكتور؟ عنده عيادة في المكان قذر والعيادة دي بتشتغل بقى في عمليةنا للأعضاء عملية الإجهاد يحتاجين إيه بقى عشان نسبة الكلام ده؟ عقل إيجار باسمه؟ الشعود يتبلوا عليه؟ رسمة كده نرسمها وأسبقها وأحبكها مفيش قاضي أدري كدبها أنا أقزر مني في الحاجات دي ما تلاقيش يا خلط طب لما هي محلولة أو سهلة كده؟ محلتاش من بدري ليه ولا لازم تزل في أنفاسنا؟ أنا كمحامي أقدر أسم الخطة حاجة شريفة يعني بالشكل قانوني خليها ما تخرش المية لو عايزه شوك في نفسه عايشوك في نفسه بس في الحالة دي ما قدرش لازم يبقى فيه حد بطهر لازم يبقى فيه حد جامد قوي يطلع علينا الورق من أماكنه فعلاً ما يفعش نجيب مزور يزور الكلام ده؟ حتى شهود ما يفعش نجيب شهود متأجرين؟ لازم الشهود يبقى من رجالة الراجل ده ومن عزواته عشان ما حادش يرجع في كلامه ساعتها بقى يا إهاد بيه لما تقوله اتنازل حيتنازل عشان مستقبله حد دي ما عندوش أي اختيارات طب يعني تعرفش أي حد من الناس التقال دول يوقف ولا دهرك؟ أنا أعرف كل الناس الكبار وكل الناس التقال بس أنا بقى ما يفعش أظهر في الصورة دي وفي اللعبة دي صح كل الكلام اللي تقال فوق ده صح ما هو مش معقول الودي يعني عشان ياخد الفلوس يتسجن ويداع مستقبله لكن يعني بالتفاهم ياخد قرشين وما يضيعش مستقبله هو ده الصح شاكر ده تلع وسخ وساخة جب من الاخر خلينا بس في المهم احنا هنجيب منين الراجل التقيل اللي قال عليه شاكر ترقه ما هو لازم لما هو أخذ يكون حد مننا يعني حد مصدر ثقة عشان نقدر أصلا نفتح في حاجة زي دي طب وانت يعني ما تعرفش حد ما تقالف في دماغك كده أكيد تعرف ناس جامدة انا؟ انا عرف ناس ما عفنا ناس منتنا ناس ما علقاش بقيمة تعرفش حد خالص محترف طب بقولك ايه؟ ايه رأيك في حلم يعنان؟ حمل ودي يوسف حلم يعنان ايه؟ ده راجل مستفز ومعفن لا 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 خاص لعل ما تبقى الراجل ده ما بينزليش منظور يا أخي وانت مالك وانت اللي هتكلمه وتخلي يوسف يكلمه يوسف مين؟ يوسف مين يا حاجة انت على نياتي؟ يوسف ده لما أخذة من فرع الملاكة اللي في الحدوتة يعني مش بعيد لو عارف اللي احنا عايزينه هيبلغ علينا البوليس طب يعني انت خلاص؟ مفيش حد في دماغك أبدا؟ معقولة؟ طب بقولك ايه؟ اه؟ ايه رأيك لما أخذ قاني في سكة الراجل اسمه اسماعيل أبو العازمة ده؟ سكة مين يا أخويا؟ اسماعيل أبو العازمة، الراجل كان عايز يعملك فيلم ده أنا أعرف ان الراجل ده تقيل قوي ولو في العجل هو أنا ليه يا عين؟ بعد الفضيحة اللي انت جيت عملتها في الستوديو دي إني أنا أطلب منه حاجة؟ وبعدين هو أنت عاوزني يروح له؟ أنا يا شريفة أنا بهارتل وانت أي حاجة أقولها، لا تقفيش فيها كده على طول يلا يلا يلا، يلا أركابي يلا ترجمة نانسي قنقر شكراً شكراً كل ده يعني عشان ما زوقش ما الدرس؟ بلاش لماضة ما هي لازمتها يا ماما ناخد برايبيت معاحد ما نعرفوش ما كنا حاجزنا على مستر وليد صاحبتي في البنك بتقولي أن مستر كامال ده أشتر مدرس فيزياء افلح انت بس الأول وبلاش لماضة افلح انت بشكل جيد مصدر كامال مصدر كامال من أين إنتهى؟ ايه اهو اهو شكراً مهلاً مهلاً خليلاً مهلاً خليلاً مهلاً كريم؟ كيف عمل؟ مهلاً مهلاً هل سيشاهد إلى إكمن؟ ساعة ونص و ساعتين إلى ربع مثلاً طيب كمان تخلص وتروح على طول ماشي عطر هنزلك تفضل كريم يا باطل يلا يلا تعالي مات في الكافي شاب ايه رأيك؟ عصاير بقى وها يلا يا ميستر تفضل تفضل يعني معقول الفلوس كلها خلصت تنتقن معك فوق المليون يا مهاني دا الواحد بيجي شطى بشاقة بيسرف اكتر من مليون ما بالك بقى دا معرض الدورين باللي فيه بالضعت و انا كنت عامل حساب كل حاجة بس موضوع دوح اللي طلق فجأة دا بقى يا رب بس المستشفى مستطلبش فلوس تاني يعني ايه؟ يا نهار اسود هترجع عالسجن تاني؟ بنا يا وسطر حسنا انا رشقت نفسي في حاجة انا مش حملها والديانة الربو يطلبوه طب جل جي ساقدر عليه لكن الولاد مرزوق دول ما بيسكتوش ولا شافع يعمل معهم ايه الناس دي طب ومراتك فيه من كل ده؟ كل ده ايه؟ مايه فلوسها يا مهاني؟ ولا انت كنت تفاكرها فلوسي بجد ولا ايه؟ واتي هاني؟ انت متأكد ان داليا حاولتلك كل الفلوس اللي معاها؟ ما كانتش مدكينا كده حاجة على جنب؟ ما تتقل لها شوية هو انت كنت مستلية ضحى توقف على حيلها عشان شد حيلك على البيت الغالبانة؟ بيحصل يا حبيبي عادي انا لو ما كانت كنت عملت كده خلاص 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 خليها اتمايل على حد من اخواتك وما مش كلهم ورثوا؟ بيقول لها انت هي متعودة على بجحتك سنة هنا رايح فين؟ مش هتيجي ما هي عشان يشوف ضحى؟ بيسلم عليها يا مهاني كنت تخريه لترولة لك بأدراني؟ كنت تخريه لترولة لك بأدراني؟ كنت تخريه لك بأدراني؟ ليه قاعد لو أحدك؟ يوسف احنا هنجاوس هنا من هنا ورايح ده مش بس الستوديو احنا هنعيش هنا والنام هنا انشاء الله على الأرض ايوه لما السنة الملأجر اللي هنا هي خلاصه هنعمل ايه؟ هتيجي مسألة انت عيش معها النمي؟ انا اقررت اكون شركة معاك هنفكر سواء و هننجا انا شاطر اقيد في الوزنس انا ممكن اكون مديرة اعمال لك اعرف ليه؟ عشان انا بحبك صدقني صدقني زي ما انا مصدقك صدقني يوسف بصري في حيني ووقولي لمش حايزك يصر اشتركوا في القناة طب قصباً بالله العلي العظيم لو ما قمتش تتعشها معايا دلوقتي انا كمان مش واكلة وهاخدو الدواء على معدى فاضية طب انت السبب في الهيجرالي بس يا بابا انا كالت يا بابا انا كالت كالت ايه يا بابا حتة الجبن الرومي اللي كالتها العصرية دي سبقا كالت طب تحب اجيب لك فوار عشان تهدم لايجي لك تلبك معه واي بابا انا مش عايز صغير لما جوها قروسني هوا مات وبعدين بقى بانتصافية دي هي ما عندهاش دم خالص كده عمالة تصل بيها على طوله برضو ما بتردش ليه عملت كده يا بابا تكلمها ليه ما هو برضو يا ابني ما ينفعش الوضع ده ما هي لازم تيجي هتفضل كده لحد يمتك لازم تحسي انها لازم تيجي يا بابا ما ينفعش احمالي نزلنا عليها عشان تيجي لو هي عندها سعادة تبيع انا ما ينفعش اشتريها هو ما يكون لي بابا حاضر بس عشان خطري لو هتكلمها حنانا قو بلبسي في ايه؟ قو بلبسي دلوقتي وروحي لمامتك انا عرفت انت هتقول لها ايه؟ تخليها تعمل اللي احنا عايزين ايه دي بس ايه دي شوية هقول لها ايه يعني؟ هو انت مش حامل وكل الناس واقول لهم امك كان نفسهم تخلي فيه؟ خلاص هدديها قول لها انك هتنزل اللي في بطنك لو الفلوس دي ما جاتش هي هتخاف هتترعب يا حنان عشان هي عارفة انك عملت الموضوع ده قبل كده فهميها كمان ان الدكتور قلك انك لو الحملة ده روح منك عمرك في حياتك ما هتحمالي تاني وقال لها كمان ان عمر ريحك على اخر لحظة وانك كنت هتخذي حبوب عشان تسقط اللي في بابك امك هتترعب عليك يا حسسين انك بدي اعملها بجد مش بالكلام هي كده هتروح من حكامة بكرة وحتشهد ان دي مش قمدادها صدقيني اللي انا بقوله لك ده صح يلا يا حنان يلا مستنية ايه يلا روح لها